اشتركوا في القناة 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 وهو ان هذا القلب يبغي ان تكون محبة الله عز وجل فيه سابقة لكل محبة وقاهرة لكل محبة وان تكون كل محبة سواها تابعة لمحبة الله عز وجل ان تسبق محبة الله في قلبك كل محبة وان تقهر محبة الله في قلبك كل محبة وان تكون كل محبة سوا محبة الله عز وجل تابعة لمحبة الله تبارك وتعالى هذا الامر يحتاج لمكابدات يحتاج لمجاهدات هذا الامر ليس سهلا كما يقال ان تنظر الى ابيك وامك هل انت تحب الله عز وجل اكثر من ابيك وامك وهذا الامر لا يظهر بالكلام ولا للدعاء وينما حين يحدث التعارض بين امر الله عز وجل وبين ما يحبه الله تبارك وتعالى وبين ما يحبه ابوك قل ان كان اباؤكم وابناؤكم ضناك نرعنيك قطعة من قلبك وفؤادك فلذة كبدك في الحقيقة هل انت تحب الله عز وجل اكثر من محبة ولدك القضية ليس ان تحب الله ولا ان تحب الرسول ولا ان تحب الجهاد القضية ان يكون الله والرسول والجهاد احب اليك حين يحدث التعارض حين تبتلأ في اعز ما لديك هل تصخط على الله عز وجل هل تجزع هل تترك واجب الصبر والاحتساب هل تترك ادب العبودية وتتطاول وتتصخط على ربك تبارك وتعالى وتتهم بالظلم قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ما لعبدي المؤمن جزاء اذا قبضت صفيه من الدنيا ثم صبر الا الجنة اذا قبض الله صفيك من الدنيا فصبرت واحتسبت هذا دليل على ان الله احب اليك على ان الله اعظم واكبر في صدرك من كل شيء احب اليك من كل شيء واخف عندك من كل شيء وارجى عندك من كل شيء لذلك نقول قال تعالى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم ميزان الدهب بأده في كل علاقة انسانية في حياتك علاقتك مع الاشخاص ومع الاشياء هل تتأدى في هذه علاقات بأدب العبودية لله عز وجل بحيث انك لا تقدم على الله ولا تأثر على الله عز وجل هذا هو الامتحان الامتحان يا جماعة اللي بن امتحان بيه كل يوم إن من ازواجكم واولادكم فتنة إن من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة وان الله عنده اجрез عظيم امتحان مستمر بالعلاقات والمشاعر امتحان مستمر بعلاقاتك مع الاشخاص وعلاقاتك مع الاشياء قال صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار تعيس عبد القطيفة تعيس عبد الخميصة تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش علاقتك بالمنصب علاقتك بالسلطة علاقتك بالنفوذ علاقتك بالشهرة علاقتك بالمنصب الإداري علاقتك بالهالة اللي حواليك علاقتك بالفيوهات واللايقات واليتشيرهات علاقتك بالمتح والذن علاقتك برضى الناس وسختهم انت حان من تقدم قال صلى الله عليه وسلم من أرضى الناس بصخة الله صخط الله وأصخط الناس ومن أرضى الله بصخة الناس رضي الله وأرضى الناس القلوب بين أسبعين وأصابع الرحمن القلب الذي يشاء يقيمه أقامه والقلب الذي يشاء مزيغه وأساغه الأمر كله إليه عز وجل الملك المليك الخالق البارئ المصور الأول الآخر الظاهر الباطن العليم الحكيم العالم العلام الخبير اللطيف تبارك وتعالى القريب المجيب عز وجل أن تدرك أنه الضار النافع المعطي المانع المعز المذل القابض الباصط الخافض الرافع بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله العباد فقراء ضعفاء لا يملكون لأفسهم نافعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا مشورا فضلا عن أن يملكون لغيره حين تيأس من نفسك وتيأس من الأشخاص والأشياء وتصدق في اللج إلى الله عز وجل هناك تنجح في الامتحال حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بمرحبة وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه آثر الله على الآباء والأبناء والإخوة والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن لا محب التراب ولا وطن ولا أهالي ولا ولا عائلة ولا جماعة ولا قبيلة ولا أسرة ولا أزواج ولا إخوة ولا أولد ولا أباء ولا أمهات يحول بينها بين تحقيق العبودية الله عز وجل لا علاقة تحول بينها بين عمل صالح لا علاقة تحول بينها بين طلب العلم النافع لا علاقة تحول بينها بين الدعوة إلى الله والبذل والخدمة لهذا الدين لا شيء يثنيهم عن سبقهم إلى الله عز وجل وأن يشق طريقهم إلى الله حبا وشوقا وإخلاصا ويقينا وعلما وعملا ودعوة وحركة وبلاغا فلا اقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة فكوا رقبة أو إطعاموا في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة كل العقبات العوائد العلائق العوائق يتجاوزونها ليصلوا إلى الله ليه؟ لأن أغلبهم معهم لم تتشبث بالدنيا لم يأخذ شخص ولا شيء شعب من القلب فإذا أخذ شعب من قلبه ابتلي فيه كما ابتلي إبراهيم في إسماعيل عليهما السلام وهكذا حال العارفين حال الصادقين حال المخلصين يخلصهم الله من الأغيار ومن الأشياء ومن الأشخاص لتخلص قلوبهم توحيدا وتفريدا له عز وجل وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه لا إله إلا الله تتجلى هذه الحقيقة وتنعكس وأنوارها على القلوب حتى يعبد الله كأنهم يرونه ولا يرون غيره وذلك تقول له ابذل مالك ابذل نفسك ابذل وطنك ابذل عشيرتك ابذل مساكنك ابذل ابذل لو كان أبوه أخوه زوجه ابنه كافرا بالله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الله لماذا لقد تجلت حقيقة الإيمان فانقهرت لها كل ظلمات الطباء وحضوظ النفس والعلاقات الأرضية الطينية أصبحت العلاقة النورانية بين قلب العبد المؤمن وغين ربي حز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله ترى ذلك في طلبه للعلم النافع في طلبه للحق في تطبيقه ذلك في السر والعلن في دعوتي إلى ذلك في سمته في سلوكي في خشوعي في وقاري في خشيته في تورعه في إخلاصي في يقيني في حبه في شوقي في رجائه في خوفي في ذبحي في نذري في حلفه قل إن صلاتي ونسك ومحيايا وماتي الله رب العالمين لا شريك لو بذلك أبرته عن أول مسلمين في عاداته في مباحاته في أنفاسه في حركاته في سكناته في أقواله في أفعاله ولا يتغير من أجل أحد ولا ينزل عن مستوى الإيماني من أجل أحد ولو في مستحب يسارع يسابق بمرضات ربه عز وجل يرى أنه مسافر ونصب عينيه الجنة ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة والغلو إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم أما لهم بأن لهم الجنة وقد يكون الثمن علاقة وقد يكون الثمن الإبن أو الأب أو الأخ أو الزوج أو العشيرة أو الأموال أو المساكن أو الأوطان أي ثمن مهما كان يدفع من أجل الجنة وذلك عبد الرحمن أبي بكر كان يقول أبي بكر صديق لقد كنت أتحاشاك في بتر حتى لا أقتلك فقال له أبي بكر رضي الله عنه يا أبني لو لقيتك لقتلتك كان كافر خلاص مع أن حب الأب لا يقارن بحب الإبن للأب حب الضنة حب الله أحب إليه من كل شيء هم مرزقنا اللهم من يسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك حب الله عز وجل يكون أحب إليك من الماء البارد على الضم ويرى هذا الحب حركات وسكنات وخلاجات ومشاعر وأقوال وأفعال وبذل وخدمة وتأليف ودعوة وبلاغ لرسالات الله عز وجل وصلة الأرحام وبر بالوالدين وتحسين للأخلاق وقراءة وتلاوة وتطبيق للقرآن واتباع للسنة وذبا عنها وجهادا بالسيف والسنان وبالحجة والبيان وتربية وتخلية وتحلية وتصفية وعملا وإحياء لقضايا الأمة وتذكيرا بها تحقيقة العبودية على مستوى الفرد والجماعة والمجتمع والشعب والأمة حب مش درواشة مش بدع عقضية وعملية وحلول واتحاد وتصوف ودرواشة وبدع عملية وحلقات ذكر وإذن وعداد معينة في الذكر ويسمى حب بل اتباع للسنة هذو القذة تيب القذة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ولو على حساب التعصب المذهبي والتعصب للجماعات والأحزاب وغير ذلك كل هذا يزول الاتباع للدليل قال الله قال رسوله فهم سلف الأمة محن محن المحبة محنة نتاجه إلى امتحان مع كل موقف مع كل أولوية وطموح وقرار وحركة وسكن وقول وفعل ودعوة وطرح وخطبة ودرس تتحرّف وتتجرد من الانتماءات والشعرات ويكون الانتماء في الحقيقة للحق الله والرسول واجهات في سبيل الله بالكلمة والبيان والحجة والبيان والدعوة ربانية ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ومحمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفإن مات وقتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقباه فلن يضر الله شيئا وسيجذل له الشاكرين من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وهذا شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالك بشخص من دونه من الصحابة والتابعين ولا إما والأعلام والشيوخ والعلماء يجب أن تستكمل مسيرتك إلى الله عز وجل إخلاصا وتفريدا وتوحيدا وتجردا واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم بما معه من رسالات الله عز وجل ولا تتوقف حتى ولم مات شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالك بما دونه من الشخص بما دونه من الأشياء بما دونه من الوسائل حب شيء إليك الله هو الرسول والجهد في سبيل الله أينما كان وحيثما كان قال النقيم وأما تقديمهم أي الآباء والأبناء على الأموال فلحكمة باهرة وأهي أن براءة براءة متضمنة لوعيد من كانت تلك الأشياء المذكورة فيها قال تعالى والله لا يهجي القوم الفاسقين إذن تقديم محبة الله والرسول واجهات في سبيل الله على الثمان أمور هذه واجب ومن خالفه فهو فاسق أي خارج عن طاعة الله عز وجل قال أن براءة متضمنة لوعيد من كانت تلك الأشياء المذكورة فيها أحب إليه من الجهاد في سبيل الله وهذا الجهاد الذي في سبيل الله بالسيف والسنان لا يتأتى إلا لمن جاهد نفسه أولاً في الله عز وجل في أن يتحقق أن يكون الله والرسول والجهاد أحب يبقى جهاد المحبة ده سيسبق جهاد السيف والسنان سيسبق الجهاد في الملحمة والمعركة وحلبة القتال الجهاد داخل الحلبة الداخلية النفس البشرية الحظوظ دهليز النفس حيل النفس خداع النفس القلب أن يولد من رحم الطبع والنفس والهوى قلباً سليماً سليماً من كل شيء سوى الله ومن الشهوى ومن الشبهة ومن الشرك ومن البدعة ومن الهوى ومن الغفلة جهاد كفاح كبد يا أيها الإنسان ككادح إلى ربك كدحاً فملاقيه قد خلقنا الإنسان في كبد قال ومعلوم أن تصور المجاهد أن تصور المجاهد فراق أهله وأولاده وآبائه وإخوانه وعشيرته تمنعوا من الخروج عنهم أكثر مما يمنع مفارقته ماله طبعاً ده أحبه لي من ماله فإن تصور مع هذا أن يقتل فيفارقهم فراق الدهر نفرت نفسه من هذا أكثر وأكثر ولا يكاد عند هذا التصور يخطر له مفارقة ماله بل يغيب مفارقة الأحباب عن مفارقة المال وهنا بيقول لي قدم الآباء والأبناء والإخوة والأزواج والعشير عن الأموال قال بل يغيب مفارقة الأحباب عن مفارقة المال فكان تقديم هذا الجنس أولى من تقديم المال وتأمل هذا الترتيب البديع وتأمل هذا الترتيب البديع في تقديم ما قدم وتأخير ما أخر يطلعك على عظمة هذا الكلام وجلالته فبدأ أولاً بذكر أصول العبد وهم آباؤه المتقدمون طبعاً وشرفاً ورتبة وكان فخر القوم بآبائهم ومحاماتهم عنهم أكثر من محاماتهم عن أنفسهم وأموالهم وحتى عن أبنائهم ولهذا حملتهم محاماتهم عن آبائهم ومناضلتهم عنهم إلى أن احتملوا القتل وسبية ذرية ولا يشهدون على آبائهم بالكفر والنقيصة وارغبون عن دينهم لما في ذلك من إزرائهم بهم قد سب آلهة لو كان محمد صلى الله عليه وسلم دعا إلى عبادة الله مع عبادة أن تعبدوا أن أعبدوا الله وأنت تعبدوا الأصنع من غير إيه؟ من غير أن تقول لا معبود بحق إلا الله يعني كلما سوى عبد فقد عبد بباطل وهذا سب لآلهتهم وتنقيص لمذهب آبائهم لكان سلم منهم ولذلك قل يا أيها الكافرون لأعبد ما تعبدون نزلت حين قالوا نعبد إلهة عاماً وتعبدوا إلهة عاماً لا إلهكم دا ليس إله أما الأباء كانوا على كفر هذا الذي يجعلهم يحتملون السبي والقتل حتى لا يخطئون أباءه ثم ذكر الفروع وهم الأبناء لأنهم يتلونهم في الترتبة وهم أقرب أقاربهم إليهم وأعلقوا بقلوبهم وألسقوا بأكبادهم من الإخوان والعشيرة ثم ذكر الإخوان وهم الكلالة وحواش النسب فذكر الأصول أولاً ثم الفروع ثانياً ثم النظراء ثالثاً ثم الأزواج رابعاً لأن الزوجة أجنبية عنده ويمكن أن يتعوض عنها بغيرها وهي إنما تراد للشهوة وأما الأقارب من الآباء والأبناء والإخوان فلا عوض عنهم ويرادون للنصرة والدفاع وذلك مقدم على مجرد الشهوة ثم ذكر القرابة البعيدة خامساً وهي العشيرة هي العشيرة وبن العم فإن عشائرهم كانوا بني عمهم غالباً وإن كانوا أجانب فأولى بالتأخير ثم انتقل إلى ذكر الأموال بعد الأقارب سادسة ووصفها بكونها مقترفة مقترفة أي مكتسبة أموال اقترفتموها أي اكتسبتموها لأن القلوب إلى ما اكتسبته من المال أميل وله أحب وبقدره أعرف لما حصل فيه من التعب والمشقة بخلاف مال جاء عفواً بلا كسب من مراث أو هبة أو وصية فإن حفظه للأول ومراعاته له وحرصه على بقاه أعظم من الثاني والحس شاهد بهذا وحسبك به شوف الآية زي بتخاطب أعمق أعماقك بتخاطب أعمق المشاعر الإنسانية في محبة الوالد والولد والأخ والزوج والعشيرة والمال والمساكن كيف تخاطب هذا والتجارة كيف تخاطب ذلك فيك تخاطب مشاعرك وكيف أن الإيمان مطالب أن يتغلغل إلى أقصى عمق في نفسك وأنت مطالب بذلك إنما العلم بالتعلم إنما الحلم بالتحلم وما يتحرى الخير يؤتى وما يتوقع الشر يوقع أن تتعلم وتزداد علماً وإيماناً وقرآناً وقرباً من الله عز وجل حتى تتغلل محبة الله في نفسك وتتسرب في كل مشارب قلبك واشرب في قلوبهم العجل بكفرهم فإن كان القلب يشرب حب العجل فكيف يحب الله يتشربه القلب الذي قد فطر على الميل إلى الله عز وجل قال ثم ذكر التجارة سابعاً لأن محبة العبد للمال أعظم من محبة للتجارة التي يحصره بها فالتجارة عنده وسيلة إلى المال المقترف فقدم المال على التجارة تقديم الغايات على وسائلها ثم وصف التجارة بكونها مما يخشى كسادها وهذا يدل على شرفها وخطرها فيها مغمرة وأنه قد بلغ قدرها إلى أنها مخوفة الكساد ثم ذكر الأوطان ثامناً آخر المراطب لأن تعلق القلب بها دون تعلق بسائر ما تقدم فإن الأوطان تتشابه وقد يقوم الوطن الثاني مقام الأول من كل وجه ويكون خيراً منه فمنها عوض وأما الآباء والأبناء والأقارب والعشائر فلا يتعوض منها بغيرها فالقلب وإن كان يحن إلى وطنه الأول فحنينه إلى آبائه وأبنائه وزوجاته أعظم فمحبة الوطن آخر المراطب وهذا هو الواقع إلا لعارض يترجح عنده إيثار البعيد على القريب فذلك جزئي لا كلية يعني واقع جزئي لا كلية فلا تناقض به وأما عند عدم العوارض فهذا هو الترتيب المناسب والواقع إذن ذكر العبرة من هذا الترتيب في الثمانية أشياء ونحن نقول أن هذا امتحان متكرر في كل يوم وفي كل موقف وفي كل قرار وفي كل حركة وفي كل سكنة أن تنطلق فيها من مشاعر عميقة لحب الله عز وجل أن تسبق محبة الله في قلبك كل محبة أن تقهر محبة الله في قلبك كل محبة أن تكون كل محبة من هذه المحاب الجبلية تابعة في الحقيقة لمحبة الله فأن يستنفذ حب الله من قلبك كل طاقة على الحب فلا يقوى بعد ذلك إلا أن يحب في الله ويبغض في الله ويعطي لله ويمنع لله وبهذا يكون قد استكمل الإيمان والذين أمنوا أشد حبا لله يستكمل قواه فيه ويستفرق وصعه في محب الله عز وجل فرضا ونفلا حتى ينال المحبوبية من الله عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافر حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمع الذي يسمع به وأبصر الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سأليني لأعطينا وإن استعاد بي لأعيذنا أقول القولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك الله ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتبولك